عودنا رجعنا لكم مشاهدين في هذا الجزء الأخير من برنامج غرفة الأخبار لهذا الاثنين سوف نناقش في هذه الفقرة كذلك موضوع يهمكم أنتم الكثير منكم يهمه موضوع اليوم خاصة بعد تفشي فيروس كورونا الذي ألغى العديد من النشاطات ومن بين النشاطات التي ألغاها ألغى الكثير من الرحلات والسفريات ورحلات العمرة التي كانت مبرمجة ولبرمجتها أنتم الجزائرية الذين تشاهدونها الآن برمجتوا كثير من الرحلات كثير منكم ربما ألغى سفرياته ألغى رحلاته ألغى العمرة التي كانت برمجها خلال هذه الأيام في هذا الموسم وبالتالي أي إجراءات لتعويض الزبائن أي إجراءات لتعويض لوكالات السياحية أي إجراءات ربما في المستقبل لهل تعويض سيكون مادي أم سيكون ربما على شكل رحلات وسفريات هل يناسب بالتعويض هؤلاء الزبائن أو هؤلاء المسافرين كل هذا نتكلم عنه في هذه الفقرة وضيفي هو سيد مولود يوبي هو متعامل في قطاع السياحة والأصفار وصاحب مجموعة يوبي للسياحة والأصفار صباح الخير سيمون صباح الخير أنا وسهلا بكم فلدو لما تكلموا على هذا الموضوع جاء كورونا ربما كان مش نقمة فقط على القطاعات حيوية في البلاد مثل ربما الصحة وقطاعات التعليم لكن حتى السياحة ربما فيها خلاص يعني التوقف التام للنشاط السياحي في الجزائر نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا كما قلت جائحة كورونا هذه أو وباء كورونا مثل الاقتصاد العالمي بصفة عامة ومثل السياحة بصفة خاصة وانت تعرف باللي أول ما تفشى هذا الوباء أو هذه الجائحة بدأت في الصين الصين راه تعتبر أول دولة في العالم مصدرة لسواح بعد ذلك كمشت إيطاليا الآن كيف كيف بلد سياحي وإن شاء الله الجزائر تبقى الحال على ما عليه وما تضعفش الحالات اللي عندنا ربما يصدرنا إن شاء الله إن شاء الله طيب لما الآن ناس جاء وشاءوا بالك أنت واحد من الناس اللي بعت بلوزير فوياج بعت عمرة بعت يعني في إطال النشاط العادي تعالي الوكالة السياحية الآن لما جاء كورونا تم إلغاء مثلا غلق الحرم المكي وإلغاء العمرة هذا الموسم ربما إلى أجل غير مسمى كذلك بالنسبة للسفريات إلى دول أجنبية تركيا، مزر، بلغاريا، دبي خاصة أن هذه الفترة تشهد انتعاش في هذه الدول الآن كيف المواطن أولا وشنه هي حقوقه كيفاش هل سيتم تعويضه وما يتمش تعويضه أحكي لي على هذا وكيفاش أنتم تلقيت وتعاملتم مع هذه القرارات نعم هو المشكلة أنه إحنا في الجزائر طبعا نظل أنه كانت هناك أولوية هي حماية المواطن وحماية الإنسان بصفة عامة من هذا الوباء اقتصاديا نتأسف أنه ما كانش منظومة قانونية صحيحة اللي تحمي وكالة السياحة والأصفار أو تحمي المواطن شفنا مثلا بعض المواطنين يعني كان بعض شركة طيران لألغات رحلاتها نحو الجزائر رحلات العودة وشفنا المواطنين يعني قاعدوا في دول أجنبية الحمد لله على كل حال الدولة والخطة جوية الجزائرية تكفلت بهم وجابت وجابت وممكن نرا هي قاعدة تجيب فاتما في ناس وفر الدولة تانية كل ما هو حجر صحي من فنادق ونشكر أصحاب الفنادق اللي يعني اللي تعاونوا معه في هذه الجائحة تبقى كل ما هو مشاكل اقتصادية يعني هي تعويضات أو تغيير رحلات أو شيء طبعا هذا يمس بوكالة سياحة والأصفار ويدرها مباشرة لأنه كما قلت ما كانش درسانة قانونية صحيحة اللي تحمي وكالة سياحة والأصفار وتحمي المواطن الجزائري أنا نظن الآن الأولوية هي توقيف هذا المرض ومن بعد إن شاء الله نشوفه كيفاش لكن هل فيه رؤية يعني أنتم كواكلات سياحة وأصفار الآن فيه رؤية أنه المواطن قد يتم فرض أو بعد شهر أو بعد 15 يوم ينتهي المرض يقدر يجي المواطنية والسائحة يطالب بحقه قال أنا يا شريط عمرة لازم نروح أنا أولت العمرة ما يش في يدك يعني لما يخرج يفوت للموسم تحها يعني كيفاش رح تدير باش تعويض له العمرة تعمل هل تعويض له مال وانت المال دفعته لبالك في الفندق لأنه وكالة سياحة والأصفار أعتقد أنها تتعامل مع فندق مع طائرة مع جيد مع عدة مؤسسات نعم هي شوف هي وكالة سياحة والأصفار شيء الذي يجعله الكثير من المواطنين الكثير من المواطنين أنه وكيل السياحة والسفر هو عبارة عن وسيط ما بين الزبون وشركة الطيران ما بين الزبون والفندق ما بين الزبون والسفارة والقنصرية التي يستصدر منها التأشيرة وكذلك هو ينظم هذه الرحلة ويأخذ عمولة إزاء ذلك يأخذ العمولة تعويض هي 10-15-20% من 8 رحلة أو شيء عندما نكون في موقف وين شركة الطيران ما ترجع لكش دراهم تذكر تاعك والفندق ما يرجع لكش دراهم تاع الإقامة أو الملحج تاعك القنصرية أو السفارة أو الدولة التي نريحين لها ما ترجع لكش مصاريف تأشيرة تاعك طبعا أنت ماك شاح ترجع للمواطن بكل بساطة بكل هذا هو يعني يترجع لك شركة الطيران قيمة التذكير أو الفندق يرجع لك قيمة المبيت أو يرجع لقيمة التأشيرة إذا كانت هناك دولة يعني تحتاج تأشيرة لدخولها هنا واجب على وكيل السياحة والأسفار أنه يرجع للمواطن على كل حال هو إحنا في القانون تعنا في الجزائر كي ينعقد صفر يبرم ما بين وكيل السياحة والصفر والزابون هو يعمل به لا يعمل به هذا رجع لكل وكيل كيفاشه ما قاعد يمشي لأنه لأنه كما قلنا هناك خلال في القانون وكالة السياحة والأسفار على قد ما كايين ناس أصحاب حرفة وأصحاب مهنة ومهنيين ويحبوا المهنة تاحهم على قد ما كايين كما في جميع المجالات كايين ناس اللي راه يبعيد كل بعد عن هذه المهنة أنا لا أظن أنه وكالة السياحة والأسفار ما يرجعوش للزابين تاح ولكن لازمنا شوية وقت ومن هذا المنبر أنا أدعو كل المواطنين وكل الزابين أنهم يصبروا لأنه الآن هو وقت أنه نحميوا أنفسنا ونحميوا أرواحنا ومن بعد إن شاء الله إحنا وكالة السياحة والصفار نشوفهم على الدولة نشوفهم على كومبانيا ياريان هادو نشوفهم على الفنادق وهذه فرصة لعلها كما يقول لأوروبا ضارة نافعة أنه نعود لبني ترسانة قانونية صحيحة لإقلاع بهذا القطع بالنسبة فقط هل فيه صندوق وطني أو وطني للتأمين على هذه الحالات التي تكون حالات استثنائية لإلغاء الرحلات والسفاريات لتعويضكم وتعويض كذلك مع الأسف مع الأسف الجزائي أني أقول لك وكالة السياحة والسفار قانون تنظيمي تاح رهو رهو فارغ جدا مع الأسف نتأسف وما كانش صندوق إحنا كان فكرة إنشاء صندوق تضامني ما بينه وكالات السياحة والأسفار إن شاء الله الوزارة الوصية رهي توجد في قانون في الأيام القادمة إن شاء الله ممكن لإلغاء المرسوم التنفيذي 161-17 اللي نعتبره إحنا كارثة على وكالات السياحة والأسفار إن شاء الله يكون فيه هذا النوع من صندوق تضامن نعم لأنه شوف الوكالة السياحية غير محمية شوف مثلا شركة طيران هذي الأجنبية اللي خلت الرعاية الجزائية هدا حنتكلم عليه حسن جستمح بيتكلمني شوي على الناس والسوفرات كان يريحوا أربع أيام خمس أيام في الزايروبورت عن الناس في الخارج في تركيا في فرنسا في فرنسا أعتقد كذلك في تركيا في مصر في دبي وفي تونس ومع الأسف الناس اللي غادرت مع شركات أجنبية الشركات الأجنبية هذي تخلات عليها وصبحنا أمام لأنه نشوف مع الأسف نحتقره كل ما هو جزائري حتى في ألمانيا أعتقد في فرنكفورت الناس ما زالها اليوم شركة الخط الجوية الجزائرية نس كل تحك عليها في الفيسبوك أو في البرة في الخارج واحد يقول لك كاركوسكوس كل واحد يحضر ولكن مع الأسف في الأخير دائما نلقى بخط الجوية الجزائرية هي اللي تلمنها بل لكن الناس باش نكونوا شوية أنا باش مراني منه وراني منه نكون محايد أنه ربما هم يتكلموا على الخدمات المقدمة خلال رحلة أغلب شركة طيران اللي كان في الجزائر ممكن كان شركة أو تنين أو ثلاث شركات اللي معروفة عالميا في الخدمات باقي الشركات تتساوي على الخط الجوية أو ممكن الخط الجوية أحسن منها فالله باقي تكلموا الخدمات وعد تأخر مقارنة مقارنة بالسعة شوف الخط الجوية الجزائرية مؤخرا في السنوات الأخيرة يعني دوما كل ما هو تأخر في الطيران وكلش يعني مرفوع شوف أنا سافرت في العالم وشفت أنه خطوط الجوية الجزائرية أحسن من كتمن الخطوط هذه شهادة يعني إنسان محترف سياحة وصاحب خبرة تبقى أنه عندها نقائس نعم عندها نقائس لازم نخدمه جامعا لنبهن نغطيه هذه النقائس ولكن نحكي لك على في وقت جائحة كما هذه أو وباء كما هذا أو ضرف خاص نلقوا دائما الخط الجوية الجزائر رأيناها كذلك في سعودية العمراء شركة طيران الأخرى تراتي الرحلة تاعك ورح شوف لك أن تركب عندك ونبيناليتي وتخلصها سنوة ما تركبش الباقاج ملزوم عليك لا تعدى 30 كيلو بدون تعمل زمزم نحن نخطيه جوية الجزائرية آيا بكات العوار لكن هذا ربما تخلل سيمون هو أنه أنت المطائرة يعني أنت عملوا بهات المنطقة هذا تعني إذا فيه قانون عالمي يحدد في إياطا أعتقد إذا تحدد 30 كيلو لازم 30 كيلو وكل واحد يزيد يزيد درك شوف درك نحن نحن جزائريون والجزائري معروف عندنا عندنا نحن نحن لا يمكننا أن نكون جزائريا لأن الجانب الشيء السوسيال هذا نزيد شيئا في الجانب هذا لا يمكننا نبني دولة نحلم بها يعني نحن الآن نحلم بجزائر جديدة قوية ألمانيا تغلبت على هذا الوباء مثلا إلى حد معين معداش مخيات كثير معداش انتشار كبير بسبب التزام المواطن الألماني الصين كيف كيف الالتزام إيطاليا لم يلتزموش شوف وينوصلوا نحن الآن لن نتزل لا نطرح لك سؤال وعليش خطوط هدية الطيران شركة طيران لم يجلبتش الجزائريين هذا اللي أحب تكلم عليه هذا الجانب وعلى دخلت عليهم هذا هذا عندما تم توقيف الرحلات في هذه الدول تركيا في ألمانيا وسائل النقل منها النقل الجوي الجزائريين بقوا عالقين التم الآن هل القانون يحميهم هل كان قوانين تفرض على هذه الدول ربما تعويض هؤلاء لأنهم زبائن طبعا هذا هو وش لازم يعمل الزبون تعل كومبانيا هذه لازم يقاضي بعض هذه شركة طيران لأنه لأنه تخلت عليها أفرض أنت هذا خطر طبعا خطر واحد كان في دولة أجنبية يفضل لدراهم لا يوجد أن يخلص الفندق لا يوجد ماكلة لا يوجد تذكير أخرى يدخل لبلاده ترح أن تلغي الرحلة هكذا يعني هنا الأصل ليس هي التي يكون معها شوف نزيد من بعد معك أبعد من هذا ما هي التي يجب تكرير طبعا كان قانون عالمي الطيران كان الجمعية الدولية طيران مدني إياطا عندها كين قواني نعم كين قواني اللي تحدد المعاملات التجارية في الطيران نبعد من هذا نحن وكلة سياحة والأصفار جميع شركات الطيران الموجودة هنا في الجزائر تفرض ضمان 100 مليون 51 مليون وهذه لم يكن ممنوع قانونية لأن إياطا وكلة سياحة والأصفار اللي حب يكون معتمد في الطيران عنده مبلغ اللي هو حوالي 210 مليون حوالي 20 ألف أورو يحطه كضمان عند إياطا الجمعية الدولية للطيران المدني وعليش أنت هنا صاحب شركة الطيران نعم جي هنا للجزائر في بلادي وتفرض عليها به التعامل معها تفرض عليها ضمان ورغم أن أنت الضمان هي شركة الطيران عندها ضمان مع إياطا مع إياطا نعم بالنسبة للسفارات الموجودة في هذه الدول تقدر ربما تعاون هؤلاء المواطنين باش يسترجعوا إلا هنا في المكاتب هنا يقدروا أنت تشوف أن الحمد لله الجزائر الآن يجب تجيب في الناس هذا يتدخل من رئيس الجمهورية شخصيا هذه حالة استثنائية المهم يجب في الناس هذا أهم شي هنا أرجع بينما المهم عندي أن هذه إيرانجية التي نحن طيح فيها وما نعترف بقيمتها ستجاب الناس وشركة طيران الأخرى لم يجب الناس هذا أهم شي عندي هنا مشكورين الجهود التي قدمتها الخطوط الجوية الجزائرية في طائرات بما فيها من عيوب طبعا كل مؤسسة فيها عيوب وفيها امتيازات لكن الناس أطقم التي تخدم والتي راح للصيل مشكورين وطبعا يقوموا بجهود كبيرة خاصة في الفترة الصعبة وكذلك السلطات التي قدمت هذا الدعم اللوجيستي الكبير للجزائريين التي راهم في الخارج ربما تاني مشكورين على هذه المبادرة وهذه الخطوة لكي الناس لا يبقوا في الخارج ربما ما زال كانوا جزائريين في ألمانيا في فرنكفورت ما زالوا كانوا جزائريين في دول أخرى إن شاء الله يدخلوه كامل إن شاء الله نطلبوا منهم أنهم يلتزموا بالحجر الصحي تاني يوجد روحهم الجزائري كذلك ليدخول يوجد روحهم شفنا بعض المشاكل في وهر هنا في العاصمة أو في عنابة ونطلبوا تاني من أهاليها تسمى الولايات هذه اللي فيها حجر صحي أنهم يعاونوا المواطنين هادو يعاونوهم شيء يحتاجوه كل واحد يعرف كل واحد يعاون بشيء يقدر يعني حتى نتغلبوا لهذه الجائحة فالنسبة تاني سيمولود انت على بالي بدي كين بعض الوكالات اللي يجيب أجانب للجزائر كين أجانب خاصة من الصين خاصة ربما أوروبا يجو خاصة السحراء يعني السياحة السحراوية اللي الموسم تحنظل مازال خاصة في الفترة هذه كتير ربما حتى انت ربما تعاملت وفي الوكالات تعملت مع سياح أجانب ربما كان يخلصوا اللي شراو يعني لفوايج ديالهم لفوايج الآن توقف كل شيء في الجزائر غلق الحدود البرية والجوية إلا وحتى البحرية إلا لأمور ضرورية كيف تتعاملوا معا كذلك كوكالات سياحية بعتوا من توجه هما كين بعض من الوكالات اللي كانت عندها مشاكل يعني مع بداية أزمة كورونا فقط الأزمة الحد يعني حوالي أسبوعين أمشي والحمد لله يعني الناس كاملة خرجت و دوكا تقعد كما قلت لك تبقى المشاكل الاقتصادية بالنسبة للناس اللي شرعت عليكم أي خلصت بالأورو طبعا تعودهم ترجع لهم دراما مخلاص هل تعود ترجع لهم دراما وربما ترك شريط تاني الفوايج شوف أنا منظمش أنه كين وكيل سياحي ما خلصش لكومباني وما خلصش لوتال يعني دراهم عنده في الوكال وما يرجعش للناس هذا خلينا نفرغ منه عني نتكلم على الناس اللي عندها اللي فوايج أورغانيزي صحيح دوك مثلتا وجيت الفوايج في تاغيت ولا في في تامنراست كل شيء واجد ثم جات جائحة كورونا ما جاوش هل تعود تبرمجهم هل نا شوف هي عندهم ثلاث حلول على حساب ما جا في خطاب الجوية الجزائرية بصيفة عامة وبيان يبدلوا الرحلة تحم إلى تاريخ آخر وبيان ياخدوا قيمة التذاكر هذه أو قيمة البرنامج تحم بصيفة أخرى ببرنامج آخر وبهاكين تعويض ثم تعويض يجي على آخر آخر المراحل بالنسبة للعمرة هل تعتقد أنه الناس بعد انتهاء جائحة كورونا يقدر يكونوا مثلا يعودوا الناس تعالى العمرة بعمرة رمضان بعمرة في موسم آخر هذا هو الجاف البيان تاريخوط الجوية هو على كل حال غير مناسب تمام اللي وكلة سيحة والسفر ولكننا نظن أنه بعد ما تنتهي الأزمة تعالى كورونا نحن إن شاء الله كفيدرالية وطنية لجمعية وكال السياحة والسفر والاتحاد وطني نروح ونهضروا معهم وإن شاء الله نلقى حل اللي يكون حل خطر زبون هدره لغالب عليه ووكال السياحة كيف لغالب عليها حتى شركة طيران فيها خسارة حتى الفنادق فيها خسارة ولكن لازم نرجع أموال الناس صحة سيمولو ديوبي أنت متعامل في قطع السياحة والأصفر وصاحب مجموعة ديوبي للسياحة والسفر كذلك كنت معنا في هذا الجزء من برنامج غرفة الأخبار نتمنى لك سلام ولكل عائلتك ولكل السياحة إن شاء الله تروحات الجائحة من الجزائر ويروحوا الناس يقوموا بسياحة في بلدهم أنتم مشكورين كذلك على مجهودات اللي تبدلوا فيها في حاناتكم إن شاء الله يعطيك صحة إذا المشاهدين نذهب بفاصل ثم نعود لنلتقي بأخبار الرياضة ربما سأختم إذن هذه الفقرة الصباحية كاملة إذن مشاهدين نلتقي غدا في موضوع جديد وحلقة جديدة المشاهدين